هادر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مطار بيكين الدولي عائدا إلى القاهرة بعد أن شارك نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات منتدى التعاون الصيني الأفريقي الذي استضفته الصين خلال الفترة من الرابع إلى السادس من سبتمبر الجاري وكان رئيس الوزراء قد حضر الجلسة الافتتاحية للمنتدى التي شارك فيها لأفيف من رؤساء الدول والحكومات كما حضر مأدبة عشاء رسمية أقامها الرئيس الصيني وقرينته لحضور رفيه المستوى من رؤساء الدول والحكومات وقرينة كل منهم والمشاركين بالمنتدى